الساد انا انت كريمة ربط اللي اقوللي يا سيد مش ناويت حنة عالبيت وتلم الليلة بدل اللي بازت اشتكتلك؟ بلا نيلا هي بتعرفتش تجي دي حبيبتيك هتما في قلبها وساكتها تلاقيها حتى ما بتعرفش تقوللي روح اه انا شفت بنات كتير وقليل زي البت دي ما شفتش اعارف يا ناصر بسه على ايدك من ساعة ما وعيته انراكب عالدوني وايه سايقاني مش عارف مؤديني الفين لعارف انزل ولا عارف الشد اللي جاي بروح في السكن اللي تريعني هعملي بس لا حبيبي يا خوني انت شاي اللي راح اخطيك طب اسمع مني في المتين دولور بيهم وارده الفرحة ساعتيكي بتاعات الميش وحتى لو كي ما بيقعدش كتير عملنا مؤخذة زي ده الجلامة تمسكها في مدك تفتكر انها تفضل طول وار هم ويبد السرس تفتحينك تلاقيها فاضية يا عين اخدك ايه ده بقى انا اللي شايل لا ده انت اللي شايلة ومعبية كمان فيه ايه يوه بتفك معك بكلمتين تقولي شايلة ومش شايلة يا سلام يا بولك يتعالي بقى سيبك مني ومن ميسا انتي مالكة بيت فيك ايه ما تتكلمي هيستزنق روحك محتاجة قرشين عشان اشتري الطلبات ولما الزباين تدفع بقى رده هم ناول ناول ما انتي عارفة لو عالفلوس خشك بيش من جوه انتي فيك حاجة تانية مالكة بيت تتكلمي ماشي مش هقرص عليك دلوقتي بس لما تحب تتكلمي تعانيش بكوبايتين شاي وفطفادي وقت اللي جوه هيك ماشي ماشي انا عارفة انت بتعملي كده عشان مصلحتها لكن رحاب اختك مرجيش بالطريقة دي خالص دي غالبانة قوي يعني عارفة والله عارفة انها غالبانة ومش فاهمة حاجة في الدنيا كمان وعشان كده قفشت عليها وهي هتعرف ان انا بعمل كده عشان مصلحتها ايوة بس هيا بتقول انها بتحب ده صايع وبيلعب بيها اللي يسمعك بتتكلمي كده يفتكر ان انت اللي اختها الكبيرة رحاب قفل على لبسها ومستنية كل حاجة تيجي تحت رجليها انا مبفكرش كده امال انت بتفكر ازاي مفكر في اللي انا عاوزايا لازم اخده بأيدي مفيش حاجة هتستنيني ولا هتجيل حتى عندي وايه بقى اللي انت عايزايا وعايزة تاختي بأيديك ده نفسي اقف قدام الكاميرا نفسي امثل نفسي اسافر في كل حدة وابقى مشهورة واكسب فلوس كتير هم طب ولو انا قصدرت عليكي من شاردة هيبقى جميل عمري ما هتسهولك العمر كله بس ازاي يعني عايدة تليفون صغير لحد من صحابي صاحب اكبر مكتب كاستنج في البلد وبعدين انا شايفة ان انت تنفعي فعلا انت بقى ناجب وانا ممكن اساعدك انت بتكلمي بجد انا عمري وبهاز دار قبل بطة خير في حاجة؟ باباكي كويس؟ باباك كويس لكننا لا ايه سلامتك مالك؟ مش عارفة صحيت منه لقيتني سخنة نار ولتكيلك تديني حقنا تبردني شوية هتعرف؟ ولا روح لحد تاني؟ هعرف هعرف من مستوى nesse Travis اعرف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة افضل طول الوقت ماشي ورا شغلتي بقى بادي جارد اه بادي جارد يعني لو فيه اي حد في المكان ده دايقني انت ممكن تتصرف ولا زعلك مني هيا خلي خلي حد بس يفق شوف انا عبيك منجلس ايه بس اللي ما اطمنوش بقى ان انا عبيك من نفسي واعمل اي حاجة بوز اللي بنا اللي بنا اللي بنا دي حبيبي مفيش اي حاجة ممكن تكون بنا اصلا عشان تبوز لحد الوقت يممكن بس قدامش ايه محدش عارف ممكن تعديني اعطيك ريحان اي ناصر خد يا حبيبي هاتي بسم الله ما شاء الله عليك اشوفك في بيتي العادة لا يا اختي يا ربي اختي يا ربي يا بيت مسروعه علي إيه بلا ميلة ها 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 he تبدأ دخلي الحاجع والمشوف من عليك حاض ايوه يا إخبارا بيض جرائي يا حصالتي استيجيل حتى هنا انا ازفى انا عارفة هو منطرة ظروف بس كان لازم بس ايه انا كنت خلاص محضر الفلوس و جاية دي هالك مش قادرة تصبر يومين مش ده اللي أنا جاي علشانه أنا جاي علشان هندي خبر لكي مش بويس خير الولاد جر الله حاجة ابنك هارب يا نصر عليا الحرام انتو رجالة بالاسم بس لما فيكو ذكر على حد موعلو وصل الدنيا ما بدش كده واصلي ايه ايه عجزته خلاص مفيش حد فيكو عارف يتشامل كده ويتباين كرامة ويجيب العرابي يا فندين احنا مؤثرناش عليا الحرام عملنا له بدل الكمين كتير وكل ما اغيزوك منها بدل عخرين مش عارف ازاي مش عارف ازاي يا ناخر ماشي يا حبيب خلينا احدى هنا بقى لما يغب علينا ويغربلنا كلنا مش هيحصل عليا الطلاق ما هيحصل انا معالك تصدق ان انا ما باخدش بينكو ولا هكتلب الكلامي لكن فعل مفيش فادي العجل التاني ملأ يا حبيب صاحبه فين معرفش صاحبك بقى على كلام قدر البضاية عنك يعني انت دلوقتي حلالي ولا تعرف تعمل حاجة افودي يا ايخة لو ما عرفت انت وصاحبك ده جايبين فتحة الصدر دي منين تعال او اقولك خروفه عندك اهو جبت الزاب وخلص ملكش فيه حقي قلتلك هجيه بس انا شجات عسكول اتباحوا بقى على اللقوا يعمل عليه شورة بانتحول يلا صلاح اشتدنا السيء يا قادر